الأمين العام لحزب الله سيد حاصن نصر الله أكد في كلمة له في أول أيام عشوراء أن ما يجري في غزة ليس معركة القطاع فقط بل يجب أن يكون معركة الجميع فوجئ اليوم بسقوط صواريخ واعترف يعني أمس كان بعده بالليل عم ينكر اليوم لا معترف بأنه هناك صواريخ فجر خمسة سقطت على التلبيب وهذا تطور كبير جدا في تاريخ الصراع بين المقاومة والعدول الإسرائيلي مطلوب أن نتعاون جميعا أن تتعاون كل الحكومات العربية كل الحكومات الإسلامية كل الشعوب العربية والإسلامية من أجل تمكين هذا القطاع المجاهد والصامد والمقاوم من تحقيق الانتصار وإفشال العدوان الإسرائيلي بالحد الأدنى نحن معنيين كليتنا بلبنان أن نواكب أن نتابع كل شيء نقدر أنه نعمله لازم نعمله لازم نظل على تواصل دائم مع الأحداث ومع أهلنا وإخواننا في قطاع غزة ونواكب نشوف بالنتيجة لأن هذه ليست معركة غزة وحدها هذه يجب أن تكون معركتنا جميعا شكرا